العقوبات المالية ضد الميليشيات في العراق سلاح لجأت إليه الولايات المتحدة بوصفه أداة فتاكة في حال استخدامه ضد حكومة السودان بسبب استفافها إلى جانب تلك الميليشيات التابعة لإيران فالعقوبات الأمريكية الجديدة سادفت ميليشيات حزب الله الضالع باستهداف مواقع تمركز قوات التحالف الدولية ضد داعش في سوريا والعراق وشركة طيران مرتبطة بالحرس الإيراني لكنها تضمنت انذار غير مباشر للسودان بشأن مضيه في إجراءات إخراج القوات الأمريكية من البلاد وزارة الخزانة الأمريكية قالت إنها أدرجت على قائمة العقوبات شركة الطيران فلاي بغداد ومديرها التنفيذي لاتهامها بتقديم المساعدة لفيلق القدس المسؤول عن العملية الخارجية للحرس التوري الإيراني مضيفة أن إيران استخدم شركة فلاي بغداد لتهريب الأسلحة وعناصر الميليشيات والدولار ما يمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق مراقبون رأوا أن الأهم من العقوبات بحد ذاتها والرسالة السياسية التي تتضمنها وهي في الحالة الراهنة موجهة لحكومة السوداني التي رضخت للضغط الإيراني بالمطالبة بإنهاء وجود القوات الأمريكية على الأراضي العراقية بسبب قيام تلك القوات بالرد على قصف مواقعها من قبل الميليشيات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ويؤكد خبراء اقتصاديون أن استخدام واشنطن لسلاح العقوبات المالية وسيلة للضغط على حكومة السوداني وهي طريقة مؤلمة لها على نحو خاص تنظرا لارتباطاتها المالية بالولايات المتحدة التي تزودها بعونة الدولار بشكل منتظم ما يجعل تسليط عقوبات اقتصادية ومالية على العراق أمرا غير مستبعد ويشي بوضوحا إلى أن المواطن العراقي لا يجني سوى الخسائر من وراء الميليشيات